كريم تامر حسني وأحمد حسن وعمر الليسي في احتفال نبض الحياة كرمت مؤسسة نبض الحياة اندجمي تامر حسني وكابتن منتخب مصر الصابق أحمد حسن والإعلامي عمر الليسي رئيس مجلس أماناء مؤسسة واحد من الناس في احتفالية ضخمة بنيد الكوات البحرية وقامت بإهداءهم درعا خاصا وشهادة تأدير بسبب تسجيل مصر الرقم القياسي العالمي في موسوعة جنس العالمية حريق ضخم بستوديو ليلة في المهندسين اندلع حريق ضخم بستوديو ليلة في المهندسين والذي يعد من أهم وأكبر استوديوهات تسجيل الأغاني في الوطن العربي حيث يقوم كبار المطربين بتسجيل ألبوماتهم وأغانيهم فيه منهم عمر دياب وأصالة شهد موقع فيسبوك معركة فنية بين المطربة اللبنانية أمل حجيزي والإعلامية اللبنانية ندال الأحمدي بسبب أزمة أحلام الأخيرة وحملة منعها من دخول لبنان التي دشنتها الأحمدية وكتبت حجيزي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة ردا على ما كتبته الصحفية الصديقة ندال الأحمدي أولا يا ست ندال أنا ما دفعتش عن حدا ولو قفت مع حدا أنا كنت على حياة بموضوع الفنانة أحلام اتفضلي جيبي التسجيل بس الظهر أنك زهانة وبدك تعملي مشكلة مع حدا ملقتي غيري صدق أو لا تصدق أول إعلان لعلي ربيع في حسن وبقلز طرح المنتج أحمد السكي أول إعلان لفيلم حسن وبقلز بطولة الفنان علي ربيع والذي سيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة بالسينمات فيلم حسن وبقلز بطولة علي ربيع وكريم فهمي ومحمد أسامة ومصطفى خاطر ويسرى اللوزي ومحمد أنور وبيومي فؤاد ونسرين أمين ومظهر أبو النجا ومي سليم وأحمد فؤاد سليم وكتب لها السيناريو كريم فهمي من إنتاج أحمد السكي وإخراج واق الإحسان انت معلم يتخطط 300 مليون مشاهدة على يوتيوب كليب أنت معلم حق رقم قياسي 110 مليون مشاهدة في 3 شهور في بداية طرح وبذلك يكون هذا العمل الفني قد حقق المعادلة ونجح كأغنية كليب بشكل لافت وبالمستلح الموسيقي يكون انطلق عليه أغنية ضربة وليست نجحة فقط وذلك بسبب كلامها الخفيف ولحنها البسيط وتوزيعها الراقص وكليبها المبهج على المستوى الفني والجمهوري إراد باتمان فيت سوبرمان يقترب من 700 مليون دولار حول العالم استطاع الفيلم الجديد باتمان فيت سوبرمان يحقق إراد وصل إلى 682 مليون دولار حول العالم منذ ترحوه أي إنه اقترب من تحقيق 700 مليون دولار ومن المتوقع أن يحتل المركز الأول في شباك التذاكر الأسبوع المقبل وبكده بكل انتهت نشرتنا الفنية كانت معكم وجيدة عبداللطيف من أخبار اليوم